خبر غريب جداً ولأول مرة يكتشف العلماء أن هناك أشياء جوهرية تحدث بعد الموت وهذا البحث رسالة إلى من ينكر الحياة بعد الموت رسالة واضحة أحبتي في الله أنا أقرأ الآن من موقع ساينس ديلي البحث منشور من قبل جامعة إلينوي في شيكاغو تراسة حديثة جداً تقول إن جينات الزومبي تنبض بالحياة في الدماغ بعد الموت يعني هناك جينات تتشكل وتنشأ وتنشط بعد أن يموت الإنسان طيب أنتم كيف تقولون؟ أنا قبل أن أقرأ الدراسة أخاطب المشككين والملحدين الذين يدعون أن الموت هو شيء نهاية وانتهى الأمر وبتوقف دماغ الإنسان وقلبه انتهى كل شيء كيف تفسرون هذه الظاهرة؟ هناك جينات ونحن نعلم أن الجين هو شفرة وراثية مسؤول عن شيء معين يعني لون العيون له جينات خاصة شفرة وراثية خاصة مثل برنامج برنامج موجود داخل هذه الخلايا أيها الأحبة يحدد لون الشعر طول الإنسان استجابته المناعية لشيء ما كل هذه موجودة في جينات الإنسان أو ما يسمى يمكن أن نسميه الشفرة الوراثية ولكن أفضل أن نسميه نظام التشغيل يعني هذا جزء من نظام تشغيل الإنسان طبعا أيها الأحبة هنا فقط أريد أن نتأمل هذه الصورة رسم طبعا هذا 3D رسم لخلية خلية عصبية انظروا هذه خلية عصبية هنا وهذه خلية أخرى تمتد منها هذه الأذرع سبحان الله وترتبط مع خلايا أخرى لها تركيب عجيب فريد يعني تختلف عن أي خلية أخرى سبحان الله مثل الأخطبط انظروا أيها الأحبة مثل الأخطبط لها أذرع ترتبط مع خلية أخرى هنا مثلا وخلية ثالثة ورابعة عدد هذه الخلايا في دماغنا دماغ كل واحد مننا 100 ألف مليون خلية رقم ربما يكون صادم لمن لا يعرفه في دماغك أيها الإنسان أكثر من 100 ألف مليون خلية من هذه الخلايا هذه عندما نكبرها في داخلها مدينة صناعية كاملة إنتاج البروتينات والبيانات ورسائل كيميائية وتوليد الطاقة شيء رهيب جدا مدينة صناعية أيها كل خلية وفي داخل كل خلية جهاز كمبيوتر يعني أنت أيها الإنسان في دماغك 100 ألف مليون جهاز كمبيوتر كلها تعمل أنا الآن أتحدث معكم المئة ألف جهاز هنا يعملون بتناسق رهيب جدا لكي يساعدني هذا النظام على العمل والتفكير وردود الأفعال والكلام والإبداع والفهم إلى آخرين طب أنتم كيف تدعون بالله عليكم أن هذا الدماغ يعمل هكذا لوحده أنا الآن إذا جئت بجهاز كمبيوتر ليس جهاز كمبيوتر جئت بورقة مطبوعة عليها جملة من ثلاث كلمات وقلت هذه بالصدفة صنعها الكمبيوتر يقولوا هذا مجنون لا أحد يصدقني طيب تريدوني أن أصدق أن 100 ألف مليون جهاز كمبيوتر هنا يعملون بتناسق كامل بالمصادفة هكذا إذن دعونا نكم منطقيين أيها الأحبة داخل هذه الخلايا أيها الأحبة هناك في داخل هذه الخلايا هناك نقطة صغيرة اسمها النوات صغيرة جدا أصلا هذه الخلية لا ترى إلا بالمجاهر هذه الخلية لا تستطيع أن تراها بعينك لأنها صغيرة جدا النوات تحتاج إلى مجهر إلكتروني عشرات الألاف من المرات نريد أن نكبر حتى نرى داخل هذه النوات أيضا هناك نظام جيني معقد جدا جينات تصطف عشرات الألاف أيضا نظام شديد التعقيد أيها الأحبة طيب ما قصة جينات الزوم بهذه أنا الحقيقة أول مرة أطلع على هذا البحث وأحب أن أقرأ هذا البحث معكم يعني أنا حقيقة كل بحث علمي فيه إعجاز أيها الأحبة كل دراسة علمية لابد أن تجد فيها إعجازا تقول هذه الدراسة في الساعات التي تلي موتنا لا تزال بعض الخلايا في الدماغ البشر نشطة ساعات رجاء من أي ملحد ألا يسخر من الدراسة العلمية أنا الدراسة هنا صادرة من جامعة إلينوي في شيكاغو ودراسة موثقة وبالأرقام ومنشورة في مجلة سينتيفيك ريبورتز تمام؟ من أحب أن ينتقد اذهبوا وانتقدوا الجامعة التي أصدرت هذا البحث نحن ننقل ما وجده العلماء ورأوه بأعينهم طبعا الخلايا تبقى نشطة ولكن الغريب الغريب أن الجينات الزومبي هذه زاد نشاطها بعد الموت أنا هذه الدراسة حتى مفاجئة بالنسبة لي أنا أعلم تحدثنا سابقا أن الدماغ أيها الأحبة فيه مراكز السماء تبقى نشطة بعد الموت فقرر علماء الذين يشرفون أو مختصون بتجارب الموت أو قبل الموت ومنهم الدكتور سام بارنيام قرروا أن الميت يسمع ويبقى يسمع لفترة ربما طويلة أو قصيرة هو لا يعلم لأن الأجهزة لا تستطيع أن تقيس كل شيء ولكن المؤكد أن الميت يسمع بعد موته وهذا يتفق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم موت أو قتلى بدر سألني شخص قال الله تعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور إذن الميت لا يسمع لا هناك فرق بين سمع واستمع الميت يستطيع أن يستمع ولكن لا يستطيع أن يرد ولا يتفاعل ولا يستطيع أن يحلل هذا الكلام يتأثر أو لا يتأثر به هذا الميت يسمع ويتحسر على نفسه لا يستطيع أن يفعل أي شيء هو محبوس داخل جسده أيها الأحبة سمع واستمع ما هو الفرق؟ استمع كلنا نستمع ولكن الذي يفهم ويستجيب اسمه سمع لذلك قال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون إذن السمع يتطلب الاستجابة أما الاستماع مثلا الكافر يستمع الكافر يستمع لا يفهم شيئا الدكتور جيفري لوب الأستاذ في جامعة جون سين علم الأعصاب وإعادة التأهيل وأستاذ في كلية الطب يقول معظم الدراسات البحثية التي تستخدم أنسجة المخ البشر بعد الوفاة لإيجاد علاجات طبعا لأمراض مثل الزهايبر والفصام وكذا لا تأخذ في الحسبان التعبير الجيني بعد الوفاة أو نشاط الخلية بعد الوفاة يعني قبل عام 2021 العلماء لم يكنوا يهتمون بموضوع بعد الوفاة لأنهم نشأوا على نظرية التطور نظرية التطور تقول الحياة تتوقف تماما بموت الإنسان يتحول إلى تراب وانتهى ولكن هذه الدراسات تقول لا هناك نشاط حتى في الجينات وبعد الموت طيب لماذا هذا النشاط أيها الأحبة طيب هنا قاموا بتجربة محاكاة موت للأنسجة الدماغ في الإنسان الحقيقة وجدوا في هذا البحث أن 80% من الجينات التي تم تحليلها ظلت مستقرة نسبيا لمدة 24 ساعة لم يتغير فيها الشيء ذات أهمية طيب الجينات معنى ذلك أنها تعمل معنى ذلك أن الإنسان يحاسب بعد الموت معنى ذلك أن الإنسان يرى ويستمع ويتفاعل ولكن لا يستطيع أن يتحرك محبوس داخل جسده لأن الجينات هي المسؤولة عن نظام عمل الإنسان أيها الأحبة قالوا إن هذه الجينات تشارك بشكل معقد في نشاط الدماغ البشري مثل الذاكرة والتفكير ويعني أشياء أخرى طبعا نشاطات أخرى هنا أيها الأحبة أنا أرى بأن هذه الدراسة هي إثبات يقيني على أن هناك شيء بعد الموت ينبغي أن نهتم به ما الذي يحدث؟ طبعا الدراسة تقول نحن لا نعلم أي شيء ولم يستطيعوا تفسير أي شيء هناك مراكز الإبصار والسمع تنشط بطريقة غريبة بعد الموت ما الذي يراه الميت لا يعلمون نحن نعلم أيها الأحبة حبيبنا عليه الصلاة والسلام أنبأنا ماذا يحدث بعد الموت والقرآن العظيم هو الكتاب الوحيد الذي يفصل لك بالتفصيل الطويل ماذا يحدث منذ لحظة الموت النبي عليه الصلاة والسلام أكد لنا أن الكافر طبعا هو في البداية قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه هنا الصحابة يعجبون هل يمكن لأحد أن يكره لقاء الله فسر لنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول يعني إذا اقترب أجر المؤمن إذا جاء ملك الموت يرى المؤمن مقعده من الجنة طبعا المؤمن عندما يرى الجنة ونعيمها لا يريد هذه الدنيا يريد أن يسرع إلى الله هو ينتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر فيحب لقاء الله أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه طيب الكافر المستهزئ المتكبر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون عندما يأتيه ملك الموت وملائكة العذاب يرى مقعده من النار والعياذ بالله لا يريد أن يرجع إلى الدنيا لا يريد أن يذهب فكره لقاء الله وكره الله لقاءه إذن أيها الأحبة هذه الدراسة والله هي دليل ما الدم الموس على وجود حياة بعد الموت لذلك دعونا نعمل لما بعد الموت نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر